السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف 11 المسارين العلمي والتكنولوجي الدرس الثالث من الوحدة التاسعة الحوادث المستقلة الجزء الرابع سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد احتمالات الحوادث المستقلة تعلمنا سابقا الحدثان المتنافيان يسمى الحدثان A و B من فضائل أي ناس حدثين متنافيين إذا كان A تقاطع B equals Phi أي لا يوجد بينهما أي نتائج مشتركة ويكون احتمال A اتحاد B equals احتمال A plus احتمال B الحدثان المستقلان إذا كان احتمال الحدث A هو احتمال A واحتمال الحدث B هو احتمال B يكون A و B حدثين مستقلين إذا وفقت إذا كان احتمال حدوثهما معا هو احتمال A times احتمال B أي أن احتمال A هو B equals احتمال A times احتمال B في حال كان الحدثان A و B حدثان مستقلان وتعلمنا من الدروس السابقة أن احتمال الحدث A في فضائل عين S احتمال A equals عدد النواتج في E over عدد النواتج في S إذا كان متمم الحدث A هو A' فالإحتمال A' equals 1- احتمال A تمرين 5 صفحة 239 عزيز الطالب قم بيقاف الفيديو ثم حاول أن تهل السؤال عندما يقدم مقصف إحدى المدارس شطار اللحم يكون احتمال أن يقدم زبادي 70% وعندما لا يقدم المقصف شطار اللحم يكون احتمال أن يقدم الزبادي 30% يعرف الطالب أن شطار اللحم لا تتوفر في المقصف إلا في يوم واحد من أيام الأسبوع الدراسي المؤلف 5 يوم لكنهم لا يعرفون في أي يوم إذا كان يوم غد هو يوم الأحد أوجد احتمال أن يقدم مقصف المدرسة شطار اللحم احتمال أن يقدم شطار اللحم equals 1 over 5 يوم من 5 أيام equals 0.2 الفرع بإحتمال يقدم مقصف المدرسة شطار اللحم والزبادي سوف نقوم باستعمال نموذج الشجرة الاحتمالية شطار اللحم والزبادي قد يقدم شطار اللحم أو لا يقدم شطار اللحم إذا قدم مقصف المدرسة شطار اللحم قد يقدم الزبادي أو لا يقدم الزبادي وإذا لم يقدم المقصف شطار اللحم قد يقدم الزبادي وقد لا يقدم الزبادي هذه جميع الاحتمالات الممكنة احتمال أن يقدم المقصف شطار اللحم احتمال أن لا يقدم المقصف الزبادي في حال قدم اللحم equals 0.3 من المتممة احتمال أن يقدم الزبادي في حال لم يقدم شطار اللحم equals 0.3 من السؤال احتمال أن لا يقدم شطار اللحم ولا يقدم الزبادي 0.7 الفرع B احتمال يقدم مقصف المدرسة شطار اللحم والزبادي احتمال أن يقدم شطار اللحم والزبادي equals 0.2 times 0.7 equals 0.14 الفرع C احتمال يقدم مقصف المدرسة زبادي احتمال أن يقدم زبادي احتمال أن يقدم الزبادي في يوم شطار اللحم أو أن يقدم الزبادي في الأيام الأخرى هو احتمال أن يقدم شطار اللحم والزبادي equals 0.2 times 0.7 أو أن لا يقدم شطار اللحم ويقدم الزبادي plus 0.8 times 0.3 equals 0.38 تمرين 9 صفحة 240 عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال تعرف إحدى شركات بصنيع الألات الحاسبة أن احتمال أن تكون آلة حاسبة مختارة عشوائيا من خط الإنتاج معيبة هو 0.037 إذا اختار مهندسو الشركة 4 آلة حاسبة عشوائيا خلال يوم عمل أوجد احتمال أن لا تكون أي واحدة منها معيبة أولا نجد احتمال أن تكون الآلة غير معيبة احتمال الآلة غير معيبة equals 1 minus احتمال أن تكون معيبة من المتممة equals 1 minus 0.037 equals 0.963 احتمال أن لا تكون أي منهما معيبة equals احتمال الأولى غير معيبة الثانية غير معيبة الثالثة غير معيبة الرابعة غير معيبة وبما أن الحوادث مستقلة سوف نستخدم الضرب equals 0.86 تمرين 10 صفحة 240 عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول أن تحل السؤال احتمال الحدث A هو احتمال A equals 2 over 7 واحتمال الحدث B احتمال B equals 5 over 7 أوجد احتمال A أو B إذا كان الحدثان A و B حدثين مستقلين المطلوب إيجاد الاحتمال A أو B أو يعني اتحاد احتمال A اتحاد B equals احتمال A plus احتمال B minus احتمال A تقاطع B 2 over 7 plus 5 over 7 ولكننا لا نعرف احتمال A تقاطع B ولكن من السؤال A و B حدثين مستقلين بما أن الحدثان مستقلان احتمال A تقاطع B equals احتمال A times احتمال B equals 2 over 7 times 5 over 7 equals 10 over 49 equals 2 over 7 plus 5 over 7 minus 10 over 49 equals 39 over 49 الواجب الواجب تمرين 12 صفحة 240 ليكن الحدثان B و A حيث احتمال A equals 3 over 4 احتمال A اتحاد B equals 4 over 5 احتمال A تقاطع B equals 3 over 10 اوجد احتمال B هل الحدثان A و B مستقلان ارشاد للحل تستطيع عزيز الطالب استخدام القانون احتمال A اتحاد B equals احتمال A plus احتمال B minus احتمال A تقاطع B اتحاد 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 B